اشتركوا في القناة حل معادلات لغة رتمية باستعمال خصائص لغة رتمات خلونا ناخذ اول خاصية من خصائص لغة رتمات عندي الخاصية الاولى لما يكون عندي لغ الاساس اكس حق اي مضروب في بي عندي شيئين مضروبين في بعض او عددين مضروبين في بعض راح نحول الضرب الى جمع فراح يكون عندي عبارة عن لغين لهم نفس الاساس اللهم ذي العدد بروحة وذاك العدد بروحة وبينهم اشارة جمع فمثلا هني عندنا لغ الاساس الاثنين حق خمسة في ستة وهو نفس لغ الاساس الاثنين حق الخمسة زائدا لغ الاساس الاثنين حق الستة فراح نستعمل هاي الخاصية عشان نقدر انبسط ونحل امثلة مع بعض فخلونا نشوف المثال الاول استعمل لغ الاربعة حق الثلاثة بالتقريب هو يساوي point seven nine two five لتقريب قيمة لغ الاربعة حق الاثناش فاحنا في البداية راح نيي ونبسط الاثناش نقول الاثناش عبارة عن كم في كم نعرف ان الاثناش عبارة عن اربعة في ثلاثة احنا نحاول ناخذ العدد نفس اللي معطيني اياه عشان نستعمله فراح يكون عندي لغ الاربعة حق اربعة في ثلاثة استخدم الخاصية بحيث احاول الى جمع لغين فراح يكون عندي لغ الاربعة حق الاربعة زائد لغ الاربعة حق الثلاثة طبعا ايه بايهني واشي لذي باحط عندي اللي معطيني اياه في السؤال انزين هذي انتهينا منه انزل لو انلاحظ عندي لغ الاساس اربعة حق الاربعة لما يتساوي عندي الاساس مع العدد اللي يامه راح اكنسلهم واكتب بدلهم واحد فراح يكون عندي واحد زائد لغ الاربعة حق الثلاثة انعوذ باللي معطيني اياه في السؤال نجمعهم مع بعض فراح يكون الجواب النهائي بالتقريب عبارة عن وهي الاجابة المطلوبة شو ذي اعزائي الطالب انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل الى تدريب عندي الآن التدريبين راح نستعمل اللغ اللي معطينينا عشان نوجد قيمة خلونا ناخذ وقتنا ونحل مع بعض شكرا 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 نستعرض الإجابات مع بعض فعندي السؤال الأول الجواب النهائي صار عندي 2.5 أما السؤال الثاني فالجواب صار عندي 2.465 شدي أعزائي طالب انتهينا من أول خاصية خلونا ننتقل إلى الخاصية الثانية عندي هني لغ الأساس X حق A مقسوم على B من شوي خذنا لما يكون عندي لغ عددين مضروبين في بعض رح أحول الضرب إلى جمع فبديهيا ان القسمة رح تتحول حق طرح لأن القسمة عكس الضرب والجم عكسها الطرح هم يون مع بعض فالحين رح يكون عندي لغ الأساس A لغ الأساس X حق A ناقص لغ الأساس X حق B نشوف مع بعض الأمثلة فعندي السؤال يقول استعمل لغ الأربعة حق الثلاثة اللي هو بالتقريب 0.7925 لتقريب لغ الأربعة حق 0.75 طبعا نحن نعرف أن ال 0.75 ككسر عشري لو حولنا لكسر اعتيادي هو عبارة عن ثلاثة أربع فهو عبارة عن ثلاثة مقسوم على أربعة فراح أحول إلى كسر اعتيادي فراح يكون عندي لغ الأربعة حق ثلاثة على أربعة صار عندي قسمة عددين فراح أستعمل الخاصية راح أحول من قسمة لي طرح لغين فراح يكون عندي لغ الأربعة حق الثلاثة ناقص لغ الأربعة حق الأربعة طبعا قلنا لما يكتسوى الأساس مع العدد راح أكنسلهم ويعطيني الجواب واحد واستعمل المعطة في السؤال وعوض مكانه ونطرحهم من بعض يعطيني الجواب النهائي بالتقريب مينس بوينت تو زيرو سفنتي فايف شذي أعزائي الطالب انتهينا من المثال ناخذ تدريبات مع بعض نشوف التدريبات مع بعض عندي هاي السؤال نبقى نقرب هاي القيمتين ناخذ وقتنا ونحاول نحل شكرا 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 نستعرض الإجابات مع بعض عندي السؤال الأول صار عندي الجواب point three six eighty five والسؤال الثاني جوابه هو minus point three six eighty five شذي أعزائي الطالب انتهينا من أول خاصيتين ننتقل إلى الخاصية الثالثة لما يكون عندي لق الأساس أربعة حق عدد مرفوع لأس اش راح نسوي راح ناخذ الأس ونحطه كمضروب جدام اللق فراح يكون عندي P لق الأساس بحق الأم فمثلا في السؤال هني عندي لق الأساس اثنين حق ستة مرفوع لأس خمسة خذنا ذي الخامسة ويبناها جدام اللق فصار عندي خمسة مضروب في لق الأثنين حق الستة نشوف مع بعض الأمثلة ونشوف شلون بنستخدم ذي الخاصية عشان نبسط استعمل لق الثلاثة حق السبعة اللي هو بالتقريب يعطينا one point seven seven one two لتقريب قيمة لق الأساس ثلاثة حق التسعة وأربعين طبعا نحن نعارف أن التسعة وأربعين عبارة عن شم سبعة مضروب في السبعة أقدر أخليها كضرب عددين وأستخدم خاصية الضرب وحوله ليجام وأقدر أستخدم خاصية الأسس شنين خاصية الأسس؟ نعارف أن بردويد نعارف أن التسعة وأربعين عبارة عن سبعة مرفوع لأس ثنين فلأن أنا هنا قاعدة أستخدم خاصية الأسس فراح أستخدم هذه الخاصية فراح يكون عندي لق الثلاثة حق السبعة مرفوع لأس ثنين راح أخذ الأس ونزل جدام اللق كمضروب فراح يكون عندي اثنينة لق الأساس ثلاثة حق السبعة لق الأساس ثلاثة حق السبعة عطاني قيمته كمعطاه في السؤال أعوض مكانه وأضرب ذلين العددين في بعض راح يعطيني الجواب النهائي 3.5424 فسواء حلين نبدي الطريقة أو بالطريقة الثانية كلها صح شذي عزائي انتهينا من مثالنا ننتقل إلى التدريب عندي المثال يقول استعمل لق الثلاثنين حق الخمسة اللي هو بالتقريب 2.3219 لتقريب قيمة لق الثلاثنين حق المئة وخمسة وعشرين طبعا نعرف انه المئة وخمسة وعشرين اهيه شي طبيعي عبارة عن خمسة مضروب في شي لأنه نعطوني في السؤال لق الأساس ثلاثنين حق الخمسة فنقول مئة وخمسة وعشرين نقسمها على الخمسة إذا ما نعرف نحلل فنقسم المئة وخمسة وعشرين على الخمسة رح يعطيني خمسة وعشرين فالمئة وخمسة وعشرين عبارة عن خمسة مضروبة في خمسة وعشرين ونقسم الخمسة وعشرين رح يعطيننا خمسة في خمسة فالمئة وخمسة وعشرين عبارة عن خمسة مضروبة في نفسها ثلاثة مرات فراح نقول أنه 125 عبارة عن 5 مرفوعة لأس 3 فراح يكون عندي لق لاثنين حق الخمسة أس 3 أستخدم الخاصية بحيث أنا أنزل الأس كمضروب جدام اللق فراح يكون عندي ثلاثة لق لأساس 2 حق الخمسة هذه معطيني إياك معطى في السؤال أستعملها وأعوضها في مي مكونا وأضربها في الثلاثة بعدها راح يعطينا الجواب النهائي 6.9657 بشذي يا عزائي طالبة انتهينا من مثالنا الحين ش راح نسوي راح نلخص الخصائص كلها اللي خذناها من شوي عشان تكون متجمع عندنا ونقدار نفهمها عدل ونحفظها فعندنا أول خاصية قلنا لما يكون عندي مضروبين في بعض أحولهم إلى جامع لقين خاصية ثانية قلنا لما يكون عندي قسمة عددين راح أحولهم إلى لقين بينهم طرح ونركز أن أول شي نأخذ لق الباس ناقص لق المقام الخاصية الثالثة قلنا لما يكون عندي أس راح أخذ الأس وأنا أزل جدام كمضروب الخاصية الرابعة خذناها لما يتساوى الأساس مع العدد راح يعطينا واحد وآخر شي لما يكون عندي لق أي أساس حق الواحد دايما الجواب يعطيني صفر شذي يا عزائي الطلبة انتهينا من ملخصنا خلونا ننتقل إلى مثال آخر عندي المثال يقول استعمل لق الثلاثة حق السبعة بالتقريب 1.7712 لتقريب قيمة لق الثلاثة حق الثلاثة وستين طبعا احنا نعرف أن الثلاثة وستين عبارة عن كم في كم عبارة عن تسعة في سبعة فراح نقول أنه هو عبارة عن تسعة في سبعة هاي أول شيء والتسعة نعرف أنه هي عبارة عن ثلاثة في ثلاثة فأقدر أكتبها أنه هي عبارة عن ثلاثة أس اثنين فراح يكون عندي لق الثلاثة حق ثلاثة أس اثنين مضروب في سبعة لأنه أنا عندي عددين بينهم ضرب فراح أستخدم خاصية الضرب اللي هو نحولها حق جمع أول خطوة فراح يكون عندي لق الثلاثة حق ثلاثة أس اثنين زائد لق الثلاثة حق السبعة نزين بعدها رح أستخدم خاصية الأس أنه أنا أنزلة كضرب جدام اللق نزين في طالب مثلا ما يبي يكتب التسعة ثلاثة أس اثنين يبي يكتبها ثلاثة في ثلاثة يصير مو غلط نكتبها ثلاثة في ثلاثة ونرد نستخدم بعد خاصية تحويل الضرب إلى جمع كل الطرق تصلح فالحين راح يكون عندنا اثنين لق الثلاثة حق الثلاثة زائد لق الثلاثة حق السبعة لما تساوى الأساس مع العدد راح يعطيني من الخاصية أنه يساوي واحد فراح يبقى لي اثنينة ونعوض من السؤال بالمعطى اللي عندي ونجمعهم مع بعض فراح يكون الجواب النهائي عبارة عن 3.7712 شذي يا عزائي الطلبة انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل إلى تمرينات أخرى فعندي تجريب عندي معطين لق السبعة حق التسعة ولق الستة حق الثمانية منهم نبي نقرب قيم هاي الأربعات أسألة فناخذ وقتنا ونحاول أنحلهم شكرا لعمل شكرا لعمل اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة ثلاثة نستخدم الخصائص رح يكون نحول من الجمع الى الضرب فعندي لوق الستة حق الاثناش مضرب في الثلاثة هل يساوي الاثنين اضربهم في بعض فراح يعطينا ستة وثلاثين طبعا الستة وثلاثين لان انا عندي اساس اللوق ستة فراح اقول ان الستة وثلاثين عبارة عن ستة اوس اثنين نستخدم الخصائص وننقل وكذا في النهاية نوجد الجواب النهائي انه يساوي اثنين فصار عندي الاثنين تساوي الاثنين في الطرفين اذا الاجابة صحيحة فعندي قيمة ال اكس تساوي اثناش انتهينا من التحقق في القيمة الاولى نشوف القيمة الثانية اني مرة ثانية نعوض في سؤالنا واني نقول لوق الستة حق السالب ثلاثة زائد اللوق الستة حق السالب ثلاثة ناقصان تسعة هل يساوي الاثنين؟ طبعا اختصارنا جمعنا سالب ثلاثة ناقصان تسعة سالب اثناش احنا قلنا من شوي ونعرف من قبل ان اللوق ما ياخذ اي قيمة سالبة حتى لو رحنا تشيكنا في الكالكليتر العلمية راح يعطينا ارر فهني الحل مرفوض فسالب ثلاثة مرفوضة اذا الجواب النهائي وحل المعادلة اللي عندي اياها فقط اكس تساوي اثناش شذي يا عزائي الطالبة انتهينا من امثلتنا لحل المعادلات اللغة رتمية خلونا ننتقل الى التدريبات فعندي حل كل من المعادلات اللغة رتمية الاتية عندي ثلاث معادلات لغة رتمية ناخذ بكتنا ونحاول نحلهم مع بعض خلونا نستعرض الاجابات فاول معادلة الجواب لها تسعة المعادلة الثانية عندي اياها اربعة اما المعادلة الاخيرة فهي ثلاثة شذي يا عزائي انتهينا من تدريباتنا وانتهينا من درسنا لليوم شكرا لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح ومع السلامة